تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا في السابع مساء اليوم حول مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول العنف الأسري الأسباب وسبل المواجهة وتتناول مناقشة قضايا لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فيما تتناول الجلسة الثانية من الصالون مناقشة موضوع المؤسسات الثقافية وكيفية تعظيم الاستفادة منها